السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوة اخواتاتي كديري لبصركم بخير هاني ينكركم زيانين تمنىكم قاعدكم بخير وعلى خير في الممكن تتمك تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد فيديو دي اليوم اجيت ان شاء الله غدي نتقاسم معكم كيف ممكن تلاحظوا معي بعدها في الصورة وفي العنوال للفيديو اليوم ان شاء الله غدي نتقاسم معكم بطريقة الاحتفاظ بالخضراء في المجمد بطريقة اللي سهلة بسيطة كيف ممكن عرفوا دلوقيتها هادي راها بالنسبة للخضر يعني الثمن ديالها راها سويل ناقص يعني را نقصت شوية في الاتميناء ديالها فنستغلوا دلوقيتها هادي ونحتفظوا بيها فانتمنى انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير بشوفوا معي جميع تفاصيل ديالو قبل ما نبديو الفيديو ديالنا كما العادة منسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهلي واصحابه اجمعين ايضا اخواتي ما تساونيش بوحد اللايك على الفيديو وانتما كتفرجوا ولقت الاول مرة كتشاهدوا الفيديو فقنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم معلكم قتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش فقا توصلوا كل ما هو جديد ندوزو للطريقة مع بعديتنا فباسم الله على بركتي الله اول حاجة هنا خذية الفلفلاء حمرة انتما بطبع الحل خذي رادي انك نغسلوها مزيان اول حاجة كتغسلوها مزيان بتخليوها تقطر ومن بعد خذيت هنا كيميك دليكم الفلفلاء حمرة قطعتها مربعات نعمروا بها كمملاحات نحتاجوها في عدة وصفات البيتزا نحتاجوها ايضا في اليوصوب بزاف دي الحويش نحتاجو فيه الفلفلاء بهذا الشكل هذا فقطعت هذه الكيميه هدي كيميك دليكم مربعات سوفي ناخد هنا اكياس بلاستيكية او ميكات وغديندير في ذلك الفلفلاء وغدينخرج من الهواب طبيعة الحل ونعقدها نسيا صافي بحال هكا انا هنا قطعت خمسة دي الحبات دي الفلفلاء حمرة وغديندوز ايضا الكيميه اللي تبقاتلي غدينقطعها دوائر بالنسبة لها دي 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 دوائر ايضا نستعملوها في بيتزات نستعملوها في طاجين نستعملوها في شيلطة دي الحوز فران يعني ذك الشعيش غدينقطع ايضا هذي الكيميه هذي دوائر كما قدلكم عندها عدة استعمالات بحال هكا فشكل الاول انا نقطعها مربعات يعني غير كنحيدوها من المجمد وكنوضعها عفوان نديركس المقلة يعني لكنا هكا غن نعمرو بها شي مملاح وبالنسبة لها دي كما اذكرت معاكم هكا الطاجين شيلطة دي الحوز فران بيتزا بزاف دي الوصفات هكا نديرو فلفلاء كدوائر بنفس طريقة الفلفلاء الخضراء حتى هي غذي نقطع بنفس طريقة يعني نص دي الكيمياء او ثلاثة دي الحبات عفوان نقطعهم بالطريقة دي يعني دوائر وخمسة دي الحبات نقطعهم مربعات على حسب هذيك يعني كنستعملوها اكتر من هاد النوعية هذي يعني اكتر من هاد الدوائر هذو كيفما قدلكم او ها حتى كتقطر عاد كندوزو كن نقطعوها الاحسل فاش كنوضعوها يعني في المجمد صافي كنحيدو كنديروها دي ريكس يعني الكوكوت ولا طنجرة ولا المقلة ولا لاطا مهم في المو بغي تطيبوها ما كتبقوش عاد حيدوها المجمد وتغسلوها لا دي ريكس كتوضعوها يعني طيبوها بلا ما تغسلوها والكمية اللي تبقت خدي نقطعها مربعات بنفس الطريقة اللي قطعت بها فلفلة حمرة الى عندكم تفلفلة صفرة حتى يحتفظو بها حتى يصراحة كجي زوين هاكا في عدة وصفات هاكا كنبغيو النوع يعني فلفلة حمرة وخضرة وحمرة يعني كنبغيو هاكا النوع وبعد الوصفات كيجي زوين كيف ما سبق وذكرت معاكم الخضيرة الحمد لله دابة بحلي رجعت هاكا شوية الأتمين ديالها يعني التمن ديالها شوية ما بياش كما كنقول نستغلوها كذلك وناخدوها كالخضيرة ونوضعوها في المجمد حتى بالنسبة الرمضان نراه كتسال عليكم بزاف و الحاجة كتقطصدوا على الجيب يعني ما تاخدوها بوحد ثمان اللي غالي وثاني حاجة كتجيكم سهلة في الاستعمال يعني كتكون عندكم مواجدة غي كتحيدوها وطيبوها مباشرة كتكون نقية مقات كما نقول صفينا بعد ما قطعتها غدا نضيف أكياس بلاستيكية وبالنسبة الحامض أو الليمون عندي هنا تقريبا كيلو مهم غادي نزيب مني شوية حتى الليمون صراحة نحتاج عدة وصفات ترقدو به تجاج فجاج يعني الليمون أو الحامض ضروري منه صفيحة بنفس طريقة نغسله مزيان نخلي وحدها كيقتر ومن بعد نلوي السلوفان بحال هكا كل حب نضير بوحدة يعني ناخد السلوفان ونغلف كل وحدة بوحدة أنتم ما يمكن لكم ديروا هكا في كيس بلاستيكي وتجمعوكو والشي في ميكو وحدة يبقى لكم الاختيار أنا هكا نغلف كل وحدة بوحدة باش هكا كي تساعد في المجمد في المجمد يعني في المكان دير ذاك الحبة ماشي بحال ميكو هكا تاخد هكا البلاسة سفي نغلف كل بحال هكا وايضا عندي هنا لأفوكا حتى هنا قد يتمنى 1 جوش كيلو صراحة نقسم وحدة الكمية درس بها العاصر وتبقى هذه الكمية هادي سوف نحتفظ بها في المجمد هكا الرامدان ولا من غير رامضان صراحة بعد شمرة نتشاه ونضير العاصر وميكي كون شدنا الفواكه في البيت يعني كنلقاو كنضيبان وكيف ما قد لكم كنلقاو كفل مجمد كتبقى صراحة نزوين مكسر لها حتى شي حاجة اما يعني تحتفظ بها بهالطريقة هادي يعني تلوي وعليها السلوفان وتحتفظ كل وحدة بوحدة ولا تنقيوها وتدير عليها الحامض كيف ما سبق اوبرتاج معكم انا راه ضيج احتفظ بواحد الكيمية في المجمد راه سبق لي اوبرتاج معكم الفيديو الطريقة للاحتفاظ بالافوكا وكتبقى في اللون دي لها مكسر لها حتى شي حاجة يعني الاحتفاظ بالافوكا غضي تلقاو ان شاء الله في القناة او كتبوا طريقة الاحتفاظ بالافوكا منوعة تراجع وغضي يتلع لكم ان شاء الله الفيديو ايضا هنا عندي واحد الكيمية دي الجلبان غضي نقيها كيفما كنعرفو هدا وقتها وضروري حتى هي ما نحتفظ هكا بها ناخد هكا واحد الكيمية ونحتفظ بها كنحتاجوها في عدة وصفات في شليدات طويجين تشاه هكا غير مريقة دي اللي حم وجلي بنا وزر دي كما كنقول يعني ضروري ان ش البان ما تحيد هكا واحد الكيمية وتحتفظ بها في المجمد بالنسبة لطريقة الاحتفاظ كيفاش كندير نحتفظ بها أنا كنناخد هكا واحد الكيمية مهم هنا را كانت عندي الكيمية بقي ان شاء الله غدي نزيد منها صفي كنناخد وكان القيابة الطريقة هدي من بعد نغسل ها مزيار وكندير فوحد الشبكة كات اقطر وكنخلي حتى كات اقطر مزيار موعد كيس بلاستيك صفي وكندير ها في المجمد فاش كنبغيها كان طيب كنحيد ها التيركس من المجمد وكندير ها في الطنجرة يعني ما كنوليش نغسلها كنغسلوها يعني في المرة الليولة باش ما كد كيف ما كنقولو فاش كات طيب يعني ما كد تدبال ش معنا ولا ما كد ترخاش يعني غسلوها فضل وكنت كنت استعمل انا هات طويل اللي كنما كنقولو التمر دي الجزائر وصراحة لقيت هات صميرة هادي زوينة شوفوا معي ماش اللهم ملحمة وفي الماضق دي لها ووعرة ووعرة صراحة في الماكلة دي كنما كنقولو كما كبلكم انا كنت كن اخذها تشكل هاد هات 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 دي دا قديلها ووعرة وبنسبة لتامان دي لها 35 درهم للكيلو زي يعني تامان دي لها زوين مناسب خديثة الكارتون هدي تقريبا فيها قريب مع 4 كيلو يعني 100 درهم هنا صارحة هات هات الكمية هكا هات المجمد ولي تبقى بطبيعة الحل كن نخلي هكا على حساب الوليدات يعني فمنا موين بخديت هادي وبقي ان شاء الله غدي ناخد واحد اخر كالحساب رمضان حيث كما قدي لكم هات مرا هدي ووعرة لأ رقيت وغر هدوها الماضي لها ووعر ووعر الماكلة فيها ووعرة كما نقول لكم وتامان دي لها مناسب كما لكم ديراء للكيلو 35 درهم للكيلو زوين صراحة سافيا غدي نعمر هكما منها واحد الميكات وكما قد لكم غدي نخلي يعني غدي ناكل منها وبقي ان شاء الله غدي ناخد منه وعند غدي نخلي على حساب رمضان سافيا دوما الاشياء اللي غدي نحساف بيهم ان شاء الله هنتو ما الافوكال الليمون تمار ايضا الفلفلة حمراء والفلفلة خضراء نحضر انا الرمضان قبل ما كيدخل يعني رمضان شنو الاشياء اللي كنحتفظ بيهم خلي وهالي في الكم ونتقسم معكم يعني طرق وافكار جدادين علش الله هنتو ما المهم هادو اساسي صراح هادو اساسي انكم تحتفظوا بيهم ما كيصر لهم حتى شي حاجة من سبل جلبان ولا الافوكال الليمون ونطمر ولا حتى الفلارة هما كيصر لها حتى شي حاجة كيف ما هي وكيما تسهل عليكم طريقة الاستعمال يعني يتكون من قيا في الساعة كتدخلو كتحيدوها كذلك الكيميو كتديروها الطيب يعني كتكون من قيا مقاد كيف ما كان قولو وإلا بغيت نبقى ندير معاكم كيف مصبق وذكرت معاكم فيديوه بحركة خليوها لي في كومنت نتقاس معاكم بطريقة الاحتفاظ بقصبر بالخضر الأخرين بالفواكه مهم خليوها لي في كومنت ونتقاس معاكم علش الله فاختي اخوات سين تسمع لعجبكم هات الفيديو بارتوجه مع اخوات وصحاب كم مع الناس اللي تعرف فضلا وليس امرا اشتركوا فيها وتشغلوا جرس باش فقط وصلوا بكل ما هو جديد متبقلوش لي بلي لايك دير كوم تعرف وانتظرو فيديوه جي ان شاء الله مهم كل نهار كيف ما تلاحظ معايا كنحاول انا اختار معاكم جوج دير الفيديو واحد في الصباح واحد في الاشي اخوات متبقلوش لي لايك اشتركوا تعرفكم وبلي بارتاج القناة مع الاهل والاصديق والاحباب مع قعد الناس اللي كتعرفوا الاشتوات القناة كتستحق انها تبارتاج فلا بقي كتشاهدوا الفيديو حسن ده بقى نقول لكم شكرا مزا فعل حسن المتابعة وما غد اشتغل عليكم كتر منها نقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد وصفات جديدة ان شاء الله